كمان خبر قويس قوي تشكيلة جولة إيهاب ربع النهائي بالنسبة لدوري أبطال أفريقا الحقيقة يعني وجود محمد عبد المنعم في التشكيلة يعني أنا في رأيي محمد بيعمل مباريات على أعلى مستوى وأنا بقول نجم صاعد بسرعة الساروخ بعض التحفزات على الرياكشنات بعض التحفزات أنا لازم وأنا قبل كده يمكن كنت معاك برضو يا فارس وقلت أن محمد عبد المنعم لاعب مبشر جدا لاعب كبير جدا ولكن محمد عبد المنعم في أول خطواته لازم يعرف الكلام دول لازم يعرف محمد عبد المنعم أنه خلال الشهرين اللي فاته هو الناس عرفت محمد عبد المنعم عن طريق النادي الأهلي وجوده مع منتخب مصر عن طريق النادي الأهلي أداء الرجول في البطولة الأفريقية أداء في النادي الأهلي بنقول أن فيه لعيب على الطريق لازم هو يعرف الكلام ده لسه لعيب على الطريق أنا ما بقللش من كفاقته نتكلم على فنيات هو لازم يعرف أن لعيب الكرة مش فنيات بس لعيب الكرة رأكشن أداء مستوى متميز دايما عنده طموح عالي جدا لازم يعرف أن كل مباراة وخاصة بتلعب في نادي زي النادي الأهلي لازم تكون أن كل مباراة بالنسبة لك مباراة تحدي أنه لازم اللي جاي ده طبعا التشكيلة طبعا إحنا يعني ده شايفين وجوده طبعا في التشكيلة ولكن أكتر من لاعب كمان من وفاق سطيف لأن وفاق سطيف عمل مباراة وعمل نتيجة يعني كانت غير منتظرة عند البعض وأكيد طبعا هو مفادئة في البطولة وعجبني بتحضير النفس يا كابتن هاني من كابتن سيد عبدالحفيز لما قال ده فريق بيتفوق علينا في المواجهات البباشرة وأنا بقول لحضرتك من دلوقتي البطولة دي اللي حيحترم المنافسين هو اللي حيخدها اللي حيدخل وهو عنده قناع أنه عنده أفضلية على وفاق سطيف نتيجة فنيات أو فريق قيمة تسوقية هو ده اللي حيكون بره البطولة فمهم جدا أن احنا نعرف أنا كنت سعيد جدا بكلام كابتن سيد عبدالحفيز هو بيقول أن وفاق سطيف متفوق علينا في المواجهات المباشرة لأن أنت من دلوقتي بتقول للاعبتك أن البطولة دي مختلفة وأن كرة القدم يا جماعة مش احنا شفنا تجارب شفنا ساندونز خرج شفنا التراجي خرج شفنا حتى بايا النميونخ وهو بيخرج من فيا ريال فإذا كرة القدم مش فكرة قيمة تسوقية ولكن الكلام اللي كان كابتن هاني بيقول على محمد عبد المنعم ده مهم جدا يا جماعة لأن اللي بيوصل لآخر المشوار واللي بيوصل لآخر الطريق على فكرة مش شرط يكون أسرع واحد ولا أمهر واحد ولا أفضل واحد كان في السبق اللي بيوصل لآخر المشوار هو بيكون أكتر واحد تحلى بالضوابط وخد الأسباب وكان بيتعامل في كل اللحظات أنه هو يوصل لآخر المشوار عشان كده محمد عبد المنعم زي ما قال لكم كابتن هاني ويعني لما كابتن هاني يتكلم على المدافع ويشيد بيه بالشكل ده دي شهادة عظيمة جدا ولكن كمان اتكلم في نقطة ودي خبرة من حد عنده تجربة عظيمة وتجربة احترافية فلما يكلم محمد عبد المنعم في الحتة دي اتمنى الرسالة توصل لمحمد كويس جدا لأنه هو يستحق كابتن هاني هو طبعا يستحق وزي تاني بتكلم ولازم الرسالة توصل بشكل مباشر محمد انت لعيب هاي لعيب مميز عندك إمكانيات لكن لازم تعرف انك لسه على اول الطريق الطريق قدامك طويل يا رب ان شاء الله عشرين سنة كمان لكن عايزك تنزل في كل مباراة سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر كما بدأت في الاول ان هي دي اول دي مباراة التحدي كل مباراة كل مباراة تنزلها هي دي مباراة التحدي لازم اثبت وجودي في كل مباراة خلي بالك التشيرت النادي الاهلي تشيرت تقيد جدا جماهير النادي الاهلي مش سهل ان انت تكسب جماهير النادي الاهلي كمان تشيرت منطقة بمصر تقيل جدا فلازم تكون عندك دوت انت لعيب عندك كل الامكانيات استمر في تدريبك الجدي التزامك طموحاتك لازم تكون عالية جدا لكن اكتر من كده اوعى حتة الغرور تخش دي مهم جدا اوعى حتة الغرور تخش اوعى تحس انك اعلى من اللعيبة كلها دي نقطة اعتقد ممكن جدا يعني ان شاء الله لو تظهر عندك تقتلها على طول دايما تفكر كده لا انا دي المباراة دي المباراة اول مباراة دي مع النادي الاهلي اول مباراة دي مع منتخب مصر وتدي اكتر ما عندك لكن حتة ان الناس حتى انا باخد حتى من كلام الناس يا محمد الناس بتحس ان اه لعيب كويس بس بدأ يتغر شوية خلي بالك من الجزئية دي الجماهير يعني بتحس كويس اوي الجماهير زواقا الجماهير عرفة لعيب الكرة لما سنة الغرور توصله فارجو ان شاء الله باذن الله انك تقتل ده من الاول انت راجل في الملعب عندك حس البطولة عندك حس الليدر لازم تكون الليدر في الملعب ولكن لما يكون فيه كابتن موجود في الملعب انت تسمع كلام الكابتن وليس العكس مفيش اي منع انك توجه زمايلك بشكل او باخر كواحد بتلعب وراء لكن كمان مهم جدا اسلوب التعامل مع اللعيب هيكون ازاي فالرسالة لمحمد المعيني اللي انا شايف انه هو ان شاء الله هيكون مستقبل النادي الاهلي ومستقبل منتخب مصر في السنة اللي جاية لازم ان شاء الله الالتزام والطموح هو سر النجاح